تعتبر إستونيا رائدة في ميدان رقمانة الإدارة ويبدو أنها تسعى لتعزيز سياسات أوروبا الرقمية بعد اعتلائها منصب رئاسة الاتحاد الأوروبي مستفيدة من خبرتها في مجال تكنولوجيا المعلومات نتمنى أن تكون هناك حركة حرة للمعلومات وأن يعترف بها كخامس حرية أساسية في الاتحاد الأوروبي جونكلود يونكر من جهته شدد على الضرورة أن تصبح الرقمانة أمراً بديهياً في أوروبا الرقمانة هي الجين لبلدك والمطلوب أن تصبح من جينات أوروبا نعتمد على ريادتكم وخبرتكم الرقمية للوصول إلى التقدم فكرة الرقمانة أمر مهم غير أن التحدي الحقيقي لفترة رئاسة استونيا هو المفاوضات الصعبة التي سيخذها الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا كما أن مسألة الأمن في أوروبا أصبحت من الأمور الملحة التي تفرض نفسها على طاولة المناقشات وستسعى تالين لتطوير العلاقة مع حلف الشمال الأطلسي ترجمة نانسي قنقر